طيب قضية الانتخابات الآن بعض الناس يعني يشوش عليها بأنها ما عرفت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ليس الحال كذلك بل إنها كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم فالله يقول واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فهذا الاختيار كان على أساس معايير ليس على أساس نسب ولا حسب ولا مال ولا وجاهة دنيوية وإنما كان على أساس الرضا فمن كان أرضا لله ورسوله والذي اختار منهم موسى هؤلاء السبعين الثقات أهل الصدق والأمانة والجد لأنهم سيشهدهم على أخذه للتوراة من ربه قد وعده أربعين ليله وكتب له التوراة في الألواح فكتبها بيمينه لموسى فأراد أن يشهد عليها خيرة قومه شهد إنما يختار لها خلط الناس وهم المرضيون لأن الله قال ممن ترضون من الشهداء وتنقيح المناط في ذلك أقصد تحقيق المناط في ذلك هو أننا عرفنا الصفات وتنزيلها على الأشخاص والذي يجتهد فيه الناس نعم صحيح فهذا هو تحقيق المناط نعم وكذلك اختار النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأنصار أن يخرجوا له 12 نقيبا ليلة العقبة نعم وهؤلاء إنما انتخبهم الأنصار انتخبوا من 72 رجلا وأربع نسوة وكان معنا أربع ونسوة لنا نعم فاختاروا 12 نقيبا منهم ولم يختلفوا عليهم وكان هذا أيضا بناء على معايير بناء على معايير سيادة واصفات واستحقاق القيادة نعم وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على اختيارهم نعم ورجاء تيمنا بذلك أن الله أخرج من بني إسرائيل 12 نقيبا نعم إذا أخذ الله من ذاق بني إسرائيل وبعذنا منهم 12 نقيبا نعم وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم أقام عرفاء للناس وفي سنة بداودا النبي صلى الله عليه وسلم قال العرافة حق ولا يستقيم الناس إلا بعرفاء نعم والحديث فيه مبهم في إسناده لكن مع ذلك له شواهد تدل على معناه منها ما أخرج البخاري الصحيح في قصته أو طاس أن بني هوازن لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يرد عليهم السبي والغنائم نعم وكان قد أخر قسمة السبي رجاء أن يسلموا الله فلم يأتوا نعم فلما جاء إلى مكة جاء وفدهم فسألوه فخيرهم بين السبي والغنائم نعم فاختاروا السبي نعم لما عرفوا أنه لا يجمع لهم بين السبي والغنائم اختاروا السبي نعم فقال ما كان لي ولي بني هاشمي فهو لكم الله وما كان للناس في أنفلوني حتى أسألهم فسأل الناس فكثر عليه اللغط نعم فبلغهم أنه لم يعرف من رضي من من لم يرضى ارتفعوا عنه ارتفعوا حتى يرفع إلينا عرفاءك محتى يتيئ لنا عرفاءك نعم فهذا دليل على أن العرفاء هم ممثلوا الناس طيب العرفاء